عام 2019 قد يكون مليء بالألعاب الرائعة لكن مهما حبيت هذا العام من ناحية الألعاب مستحيل تنكر كمية الإحباطات الكبيرة اللي فيه وكمية الألعاب المنتظرة اللي بالنهاية خيبت الآمال بهذا الفيديو رح اتطرق لأكتر الألعاب اللي لعبتها وخيبتلي أملي في هذا العام ولازم تعرفوا أن اللعبة المخيبة للآمال أو المحبطة مو بالضرورة تكون لعبة سيئة هي مجرد لعبة كنت منتظر منها الكثير لكنها لم تقدم لي المتوقع يعني عادي جدا تكون لعبة حلوة وممتعة لكنها محبطة لأنه فيه أشياء كتير أنا كنت منتظرها منها بس ما لقيتها وعادي أيضا أن اللعبة المحبطة نفسها تصير سيئة لأنه هي خيبتلي أملي لدرجة أنها صارت لعبة سيئة بعتقد رح تفهموا أكتر لما بتشوفوا القائمة ورح تعرفوا رأيها بكل وحدي بشكل سريع أو فين كنت شيكوا على المراجعات لأنه كل الألعاب اللي بهاي القائمة عملت لها مراجعات مفصلي بالقناة فينك تبحث عنها باليوتيوب لأنه للأسف ما فينو حط لك الروابط بالوصف لأنه سمعت أنه بتأثر على الفيديو بشكل أو بشكل ما من ناحية خوارزميات اليوتيوب اللي إلى يومكن هذا ما فهمنا شون بتشتغل شغلي تاني لازم تعرفوه أنه هاي القائمة بالكامل من اختياري الشخصي ولا تخضع لأي نوع من أنواع الآراء العامي يعني طبيعي جداً تشوف لعبتك المفضلي موجودة بهاي القائمة وهون أنا أدعوكم لاحترام الآراء لأنه هاي القائمة مش من رأيي الشخصي لا هاي القائمة كله ياته مبني على خالف تعرف وعلى أني أنا بكره بلاي ستيشن وعلى أني حاقد على الإكس بوكس وكاره متهم بنينتندو ولا تنسوا أنتوا أيضاً تشاركوني رأيكم بالتعليقات لأني أنا كتير بحب تسمع على آراءكم وشوف اختلاف الآراء ويلا نبدأ يا حبيبي بدون المقدمات المملي وخلينا نبدأ أول مع القائمة الشرفية أو اللي هي القائمة الشرفية اللي ما فيها شرف بعد كل هالسنين من الانتظار طلعنا بنتيجة مخيبة فعلاً لعبة الار بي جي اللي تعتبر الحوارات فيها عنصر أساسي وأسوأ عنصر فيها قصة عصابات رائعة أسلوب لعب فظيع اللعبة اللي كنت متوقع أنه راح تخليني إد من ألعاب الفايت بس أتوقع لازم ألعاب الفايت بنفسهم يتبروا منها كنت منتظر منها تغييرات بأسلوب الرعب عن أنتيل دون لكني بعد ما لعبتها صرت تشوف أنتيل دون تحفت رعب فنية قدامها The Division 2 أكتر جزء تاني محبط من يوبي سوفت كنت متوقع تصليح للجزء الأول قبل ما أكتشف إنها مجرد استنساخ تجاري رخيص لنفس الجزء هاي كانت القائمة الغير شرفية اللي هي ألعاب محبطة ومخيبة للآمال بس ما بتستحق الدخول للقائمة لأنه العشرة الموجودين فيها أحق لذلك بنقول بسم الله ونبدأ مع أكثر عشر ألعاب مخيبة للآمال في 2019 في المركز العاشر The Sinking City على الرغم أني أبداً ما كنت متحمس لهاي اللعبة إلا أنها حمستني لنفسها بتريلرات أظهرت لي أفضل جوانبها ثم لما بلشت إلعبها أيضاً أدمت لي أفضل ما عندها من قصة وأسلوب لعب وتجسيد للعالم في أول ساعاتها قبل ما أنصدم بعدها بتدهور مستوى فضيع سواء بالقصة أو بالتحقيق أو القتالات أو التنقل بالعالم المفتوح أو حتى بأي شيء عجبني ببداية اللعبة أعطاها تيكيت مجاني للدخول في هاي القائمة لكن واصلته ما أنا كبير يعني فحطه بالمركز الأخي في المركز التاسع Anthem لو شفت مراجعتي لأنثم فغالباً بتكونوا مستغربين تواجدها بهاي القائمة والحقيقة إنه حتى أنا بنفسي مستغرب لأنه أنثم لو حكينا عن الأساس فهي مش لعبة محبطة قدمت لي الجيم بلاي اللي كنت بدي إياه والبيئات والمهام والقصة الحلوي بشكل عام لكنها ما قدمت لي أهم عنصر عنصر بتعتمد عليه كل ألعاب اللوت شوتر واللي هو اللوت نفسه عنصر بتعتمد عليه كل الألعاب من هالتصنيف واللي هو عنصر الـ End Game Content لأنه لو حكينا عن اللعبة الأساسية باعتبارها مغامرة 15 ساعة خطية أبداً ما كانت مخيبة للآمال بل كانت تجربة ممتعة فعلاً لكن كلعبة من هالتصنيف ما لازم نحكم عليها بالكامل من إصدارها أو من يوم إصدارها بل الحكم بصير على دعم اللعبة الكامل من خلال سنة معينة مثلاً بالمحتوى والمحتوى اللي شفناه بلعبة أنثم بـ 2019 كلها ولا شيء سنة كاملة يا جماعة وما حصلنا على أي محتوى إضافة بيسوى أنك ترجع لللعبة هالي اللي مفروض تعيش يعني أقل شي تلت سنين أصلاً للأسف انحكم عليها بالإعدام المبكر في المركز الثامن ريج 2 ريج 2 بالنسبة إلي مغامرة غريبة لأنه ميكانيكيات التصويب فيها مبهرة وبتحسها نيكست لفل فرست فرسن شوتر إلا أنه ما في أي شيء تاني بيستحق الزكر والمدح عم بتخيل لو اللعبة هاي نحطت بعالم أفضل وجانب تقنة أفضل شو ممكن تكون النتيجة؟ باعتقد ممكن تنط من هاي القائمة وتنتقل دايريكت لي يعني لقائمة أفضل عشر ألعاب بالسنة في المركز السابع Life is Strange 2 لما إجتنا Life is Strange 2 كانت جاي بعد لعبتين وحدة رهيبة وحدة سيئة وكان كل أمل إنها تمشي على خطة جزء الأول وتقدم لنا مغامرة قصصية ممتعة كما كان الأول والمفاجأة هون يا جماعة كانت كبيرة كتير صراحة لأن الحلقة الأولى كانت من أروع بدايات الألعاب القصصية اللي لعبتها بحياتي قبل ما أنصدم بعدها بتدهور مو طبيعي خلاها لعبة محبطة لعبة سيئة لعبة مصخرة لعبة عديمة القيمة فيني أوصف لك ياها بكل الأوصاف السلبية وأنا مرتاح لأني بعرف إنها بتستحق كل النقد الموجود بالدنيا فيلم وورولد وور زي كان مختلف عن أي فيلم زومبي شفته بحياتي والعكس ينطبق تماما على هاي اللعبة أكتر شي مكرر شفته بحياتي من نوعية الألعاب اللي حسيت حالي لعبانها مليون مرة بس قد تبدو لك اللعبة حلوة وممتعة وهي فعلا حلوة وممتعة لكنها أيضا محبطة لشخص كان عم ينتظر منها جانب قصصي أحسن وجانب متنوع أكتر من ناحية المراحل والجيم بلاي في المركز الخامس وولفنشتاين يونج بلد هاي أكتر لعبي موجودة بالقائمة حسيت إنه حبة إلها منعني من تقييم منخفض أكتر لكنه أبدا ما بيمنعني من إن أقولك إنها من أكتر الأشياء المحبطة اللي تفاعلت معها بهذا العام عموما المطورين شافوا كل الأشياء اللي ميزت الأجزاء الثلاثة السابقة أخدوا ولفوا هيك على بعضا وزتوا بأقرب حاوي تزبالي وأنت أكبر أدر كل هذا فقط على حساب تقديم منتج بسوقوله بعبارات وهمية مثل الجزء الأكبر الجزء الأطول الجزء الذي يمكنك لعبه مع الأصدقاء الجزء الذي سوف لن تندم على تضيع أموالك عليه أو بالعربة يعني لعبتنا هي أكبر لعبة في التاريخ في المركز الرابع هاي اللعبة يا جماعة أكتر شي غريب شفتوا بهاي السنة من لما نزلت ما حد يهتم فيها ولا حد يلعبها ولا حد يبيعرف أصلا شو هاي كنترول لكن فجأة الكل صار يمدحها بموسم الجوائز ويقول إنها أفضل إنتاج للريمدي ويمدح تاريخ الأستوديو العريق وحتى يعطوها لعبة السنة كمان ما منختلف أبدا إنه ريمدي مبدعين بألعابهم بس منختلف كتير مع كنترول يعني بصراحة ما لقيتوا تمدحوا إلا كنترول من بين كل ألعاب ريمدي قصة وأحداث وسرد وشخصيات ونهاي أقل ما يقال عنهم محبطين أسلوب تقدم تعبان وتصميم المراحل والألغاز سيء بالحرف الواحد مش مبالغة مشاكل تقنية واضحة ومزعجة رح تأثر بتجربتك وتحسسك إنك عم تلعب منتج ضعيف أنا بحترم الناس اللي حبوا اللعبة هاي مع أني ما بعرف كيف ممكن أي واحد يحب اللعبة هاي ممكن لأن كتير كنت متحمس له وانتظار الشغوف إلها كان مقابله يعني خيبة أمل كبيري ممكن بس أنا ما بتمنى شوف أي شيء من ريمدي مستقبلا بيشبه الشيء هذا في المركز الثالث Ghost Recon Breakpoint هلا أنا ما حبيت Wildlands وما كنت متحمس أصلا لBreakpoint لكن كلام المطورين عنها وتسويق يوبيسوفت القوي إلها ومشاركة الممثل جون بيرنثال كشخصية غير قابلة للعب أشياء كلها بتخليك تتحمس صاح؟ وياريتني ما تحمست اللعبة فضيعة كل شي فيها غلط وصلت لمرحلة أخرى من الجشع والمحاولة بشتى الطرق لحلب جيوب اللاعبين بدلا من إعطاؤن منتج بيحترم عقولن ووقتن ومجهودن الجانب المضيء الوحيد من فشل لعبتنا هون هو إنه الفانز كانوا غاضبين وعلى العكس تماما من فانز The Division اللي ما أبدو أي استياء للشركة بالعكس وافقوا على أي شي شافوه قدامن عشاق Ghost Recon قالوا لا واقفوا شوي اللعبة هاي ما عجبتنا فيوبيسوفت حسوا بغلطن وأجلوا مجموعة ألعاب دفعة وحدة لحتى يحسنوها ويعيدوا يعني التفكير بشكل عام من ناحية الجوانب الإبداعية بدلا من التفكير بكيف ناخد مصاري من اللاعب طبعا هذا كله بيرجع لللاعبين يا جماعة هني مو بس عبروا عن استياء وكرهوه وقيموه تقايم منخفضة هني أيضا صاروا ما يدعموا المنتج هذا ماديا واللي هو المؤثر الأساسي على أي شركة تجارية في المركز الثاني Days Gone أوه عندما بنحكي عن Days Gone فنحنا غالبا بنحكي عن لعبة قد تكون من أكبر إحباطات الألعاب بالتاريخ مو بس بهاي السنة انتظار شغوف جدا طيلة السنين دفاع مستميت عنها ضد أي شخص بشكك بنجاحها مدح كبير للغرافيكس وتصوير الزومبيز وحكم مبكر كتير من تريلرات وهمية وسكريبتت جيم بلاي ولما نزلت اللعبة يا حبيبي أعطتني القم تبع دحومي عرفتوه هدي؟ لعبة كارثية ما بتذكر أيمت آخر مرة لعبة لعبة صدمتني بفشلها مثلا مملي إلى أبعد الحدود ومكررة بشكل خلاها دواء مناسب للأرق طويلي بشكل مستفز لدرجة وصلت فيني أني صرت ألعبة وقول إيه ما تبديك تخلصة يا بنت الحك قصة ورواي وسرد وإخراج وشخصيات من أسوأ ما يكون وغيرها من المشاكل اللي ما بتخلص باللعب هالي أنا فعلا كرهت دايز قون يا جماعة وكرهت أني قعدت كل هاسنين عم استناها عالفاضي واندمت أني يوما ما دافعت عنها وقلت أني راح تكون لعبة قوية وهي طبعا أكتر لعبة مخيبة للآمال اللعبتها في هذا العام قبل ما تجي اللعبة اللي أخدت منها المركز الأول بكل جدارة واستحطر المركز الأول هاي اللعبة لو بدأ وصف لك ياها بكلمة فرح وصف لك ياها بكلمة مخادعة ابتخدعك بجمالية الجرافيكس ابتخدعك بطريق التحرك اللاعب ابتخدعك بالبيتة الخاصة فيها قبل الإصدار بتشوفها من بعيد هيك بتقول باس هاي هي اللعبة اللي أنا بدي إياها هاي هي ملكة ألعاب الشوتر في العالم لكن لما بتفوت لجوة بتشوف كوارث طبيعية منها وغير طبيعية في عبارتين ما كنت متخيل إنهم بينطبقوا على لعبة كولوف دوتي الأولى هي أونلاين سيئ والتاني هي قصة سيئة لكنهم للأسف انطبقوا لأ ومو بس انطبقوا انطبقوا بجدارة واستحقاق مع اللي بالنسبة إلي أنا هذا الجزء عار على السلسلة صدمني بمستوى أقل بكتير مما كنت متوقع لدرجة إنه اللعبة ليست مجرد لعبة محبطة بل لعبة سيئة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وهون أنا لازم أعطي تحيي كبيري للستوديو أمانة اللي أعادوا النظر باللعبة بشكل كامل وبلشوا يدعموها ويعطوها محتوى جديد وإصلاحات كبيرة بفترة جدا أصير عم يحاولوا إنه يرجعوا الفان بيس لأنه نخسروا كتير من فان بيس اللعبة خلال فترة الإطلاق واستمروا معها وما استسلموا كتير مبسوط بإنه الاستوديو عم يحاول يعمل شيء وشايفين شلون اللاعب لما بيبدأ استياءه وبيرفض الدعم المادي لهيك منتجات الشركة بترد وبتعطيك اللي بدك يا هاي كانت قائمتي لأكتر عشر ألعاب مخيبة للآمال في عام 2019 ممكن بعضكم يقول ليش استثنيت مننا كراش تيم رايسنج ما هي مخيبة كمان يا عبدالله الجوام بكل بساطة إنه الريميك والريماستر والإضافات والتوسيعات ما بتدخل بقوائمه مهما كانت ممتازة ومهما كانت سيئة فلذلك كراش تيم رايسنج ما لقيت لنفسها مكان في هاي القائم واكتبوا لي أنتو رايكن أعزائي المتابعين بأكتر الألعاب اللي كنتم تحمسين لها لكنكن انصدمتوا بمستواها السيئة أو الضعيف أو الأقل من المتوقع وترقبوا المزيد من القوائم في قادم الأيام راح يكون إن شاء الله عنا مجموعة فيديوهات فخليكن دائما مشغلين جرس التنبيهات ومشتركين ومزبطين الوضع يعني بحيث يوصلكن الجديد أول بأول شكرا كتير لكم على المتابعة ونشوفكم إن شاء الله بالفيديو القادم السلام عليكم